حل جفاف العين مش مضاد للإحتقان ولا أطرة كورتزون لا حلها الآمن اللي المفروض كلنا نستعمله هو أطرة مرتبة للعين أطرة لعلاج جفاف العين أطرات علاج جفاف العين المفروض كلنا فعلا نستعملها ليه؟ عشان نحافظ على سلامة عينينا العين لازم يكون عندها الترطيب الكافي عشان تشتغل كويس الأطرات بتاع ترطيب العين ملهاش موانع استعمال ولا أثار جانبية خالص لو أنت عمل عملية ليزك لازم تستعمل قطرة مرتبة للعين لو حضرها بتقعد قدام شاشات التلفزيون أو الشاطر المبال كتير لازم تستعملها لو شغلك مرهق لازم تستعملها لو بتطلع في الشمس كتير لازم تستعملها طب أمثلتها إيه أو زي إيه؟ في حاجات منها غالية زي السستان والسستان ألترة في حاجات دي بتبقى فوق الخمسين جنيه في حاجات في التلاتينات أو العشرينات مثلا زي بول فريش زي سولو فريش زي رفريش تيرز وفي حاجات رخيصة زي تيرز جارد مثلا زي لكو فيلم تيرز زي تيرز ناتشيرال الحاجات دي بتستعملها مرة مرتين تلاتة في اليوم بس دايما احرص إنك قبل النوم تحط منها